مريم مريم إيران بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر نظمت المقاومة الإيرانية في العاصمة السويدي ستوكولم تظاهرة حاشدة بحضور المئات من أنصارها وكذلك معارضين للنظام الإيراني وبمشاركة شخصيات سياسية من داخل وخارج السويد لقد اجتمعنا هنا في اليوم العالمي لمناهضة الإعدام كي نحتج على استمرار النظام الإيراني في شن حملات الإعدام ضد أبناء شعبنا في إيران وهي مسألة ليست بجديدة على نظام الملالي في طهران فهذه سياستهم منذ 38 عاما من القمع والقتل وإفقار البلاد والعباد جرائم النظام الإيراني في حق الشعوب الإيرانية لم تتوقف منذ تولي نظام ولاية الفقيه السلطة وبينها مقتل 30 ألف معتقل سياسي أو ما يعرف بمجزرة السجناء السياسيين عام 88 من القرن الماضي الآن رسميا صارت قضية الجريمة جريمة ضد الإنسانية التي ارتكبت في 1988 صارت على أجندة الأم المتحدة وننتظر من الجمعية العامة للأم المتحدة أنها تصدر توصية عن قريب في خصوص إدانة هذه الجريمة مطالبات مستمرة تقودها المقاومة الإيرانية للمجتمع الدولي ومراكز القرار السياسي في العالم بإصدار قرارات حاسمة ضد النظام الإيراني وقادته في استمرار جرائمهم ضد حقوق الإنسان من قمع واضطهاد واعتقال وإعدامات مستمرة ضد شعبه وكذلك تدخلاته في دول المنطقة ودعم الإرهاب نأسف لموقف الدول الكبرى في العالم لوقوفها صامتة إزاء تلك الجرائم التي يرتكبها نظام الملالي ضد الشعوب الإيرانية دون استثناء ونطالبها بالخروج عن صمتها واتخاذ قرار بشأن النظام وفرض عقوبات عليه من سخرية الأقدار أن يكون النظام الإيراني إحدى الأنظمة الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان في العالم وفي ذات الوقت ينتظر المئات بل العشرات من السجناء بينهم أطفال تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في سجون النظام كما يقول هؤلاء سامن فخري الإخبارية ستوكور